النهاردة ذكرى رحيل الحكاء الأيقوني خالي شلبي اللي أبدع في كتابة الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي كتب عن الريف المصري وعن المدينة الحياة بمختلف جوانبها الاجتماعية والفكرية كتب عن حاجات كتير جدا في حياة المصريين خلينا نشوف أنصح الأدباء الشبان نمر واحد اللي يتعجل النشر نمر اثنين أن يكدح في الحياة قدر ما يستطيع في مثل هذا اليوم رحل عن دنيانا أديب معجون بالموهبة أخلص لفنون الأدب المختلفة فأبدع في الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي تحدث عن المهمشين والريف المصري وعن المدينة وعن الحياة التي عصرها بكل جوانبها ومظاهرها الاجتماعية والفكرية والسياسية هو الكاتب والروائي خيري شلبي ولد خيري شلبي في الحادي والثلاثين من يناير عام 1938 في قرية شباس عمير بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ كان خيري شلبي صاحب إنتاج غزير في مجالات الأدب المختلفة وبلغ عدد كتبه 72 كتاباً من أشهر رواياته السنيورة، الأوباش، موال البيات والنوم، وصالح حيصة ووكالة عطية من مجموعاته القصصية صاحب السعادة ألس المنحنى الخطر وسارئ الفرح قدم فيلم الشطار مع المخرج نادر جلال وفيلم سارئ الفرح مع المخرج داود عبد السيد عن قصة قصيرة وللتلفزيون قدم مسلسل الوتد من إخراج أحمد النحاس والخير يا حجة يا صباح الخير يا صباح الهاني يعني مش بعادة يا درويش الفجر يدن وانت لابت في حضنه لا دعني اتضيت وصليت ركعتين لله هو الشيخ صحيح الشيخ في الجامع من قبل الأداء وفي حد زي الشيخ طلبي حبيبهمه النبي أشرف خليجة الله ومسلسل الكومي من إخراج محمد رضي ويعد مسلسل وكالة عطية المأخوذ عن روايتها التي تحمل نفس الاسم آخر ما قدم للتلفزيون حيث تم عرضه في رمضان عام 2009 الشيخ طلوح وكالة عطية بقول لك كده وأنا عارف أنك هتروح والدوت حياكل في جتتك ويعطلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة